كثير ما يخطأ المعلم في توصيل رسالة العلم أن هذا العلم سيجعلك غنيا أو أن هذا العلم سيجعطيك وظيفة مرموقة في المجتمع هذا ليس بصحيح على الدوام ولكن القيمة الحقيقية للعلم أن تخبره أن تكون غنيا متعلما أن تكون فقيرا متعلما أن تكون مريضا متعلما أن تكون صحيحا متعلما خيرا لك من أن تكون جاهلا إذن العلم له قيمة سيساعدك في تصويب الأخطاء سيساعدك في الاعتماد على نفسك سيزيد الثقة في نفسك وتستغني عن غيرك